اشتركوا في القناة اثنى عشر عاما والذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل او شديد على جرعة معززة اضافية في الخريف تستند توصيات مركز السيطرة على الامراض الى بيانات جديدة تظهر ان متغير اوميكرون لا يزال السلالة السائدة للفيروس في امريكا وانه يسبب مرضا اكثر خطورة من المتغيرات السابقة تظهر البيانات ايضا ان حماية اللقاحات ضد اوميكرون تنخفض بمرور الوقت تعد توصيات مركز السيطرة على الامراض خروجا عن ارشاداته السابقة التي قالت ان الاشخاص المعرضين لخطر الاصابة بمرض شديد من كوفيد 19 هم فقط الذين يحتاجون الى الحصول على جرعة معززة يعكس الاستنفار حقيقة ان الفيروس منتشر الان في امريكا وان الجميع معرضون لخطر الاصابة بالمرض من المرجح ان تكون توصيات مركز السيطرة على الامراض مثيرة للجدل قد يجادل بعض الناس بان فوائد الحصول على جرعة معززة لا تفوق المخاطر وقد يجادل اخرون بانه لا ينبغي للحكومة ان تفرض تطعيم الناس او تعزيزهم توصيات مركز السيطرة على الامراض هي تذكير بان جائحة كوفيد لم تنتهي بعد لا يزال الفيروس ينتشر ولا يزال من الممكن ان يسبب مرضا خطيرا ان الحصول على التطعيم والتعزيز هو افضل طريقة لحماية نفسك واحبائك من الفيروس اشتركوا في القناة